موسيقى في لبنان انباء عن اتفاق مبدئي على ترشيح محمد الصفد رئيسا للحكومة المقبلة قتلى وعشرات الجرحى خلال تفريق قوات الامن العراقية للمتظاهرين وسط العاصمة بغداد وفي الجزائر والجمعة التاسعة والثلاثين على التوالي الحراك الشعبي يتواصل ويطالب باسقاط النخبة الحاكمة موجز اخباري اهلا بكم والبداية من لبنان حيث قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران بسيل ان الوزير السابق محمد الصفد وافق على تولي منصب رئيس الحكومة واكد بسيل ان هذه المرحلة تحتاج الى شخصية تعرف الدولة جيدا والصفد سبق وان تولى اكثر من حقيبة وزارية ولم تكن عليه اي شبهة فساد في المهام الرسمية التي مارسها الى العراق حيث تفيد الانباء بمقتل ثلاثة متظاهرين واصابة اكثر من اربعين اخرين جراء اطلاق قوات الامن الرصاص وقنابل الغاز المسيل الدموع على المتظاهرين بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد وقالت مصادر محلية ان اثناء من الضحايا قتلا بالرصاص الحي في حين لقيا الثالث حتفه جراء اصابة مباشرة بقنبلة غاز مسيل الدموع اطلقتها القوات الامنية جددت المرجعية الدينية العليا في العراق مساندتها للاحتجاجات المتواصلة في البلاد واكدت على ضرورة الالتزام بسلميتها كما ونددت الاتداء على المتظاهرين والقوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة ودعت المرجعية الدينية في بيان لها الى ضرورة الاسراء في اقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية يسود هدوء حذر قطاع غزة بعد ليلة شهدت قصفا متبادلا بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق وصف بالهشل التهدي ادخل حيز التنفيذ صباحا امس هذا وجرح فلسطينيان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم واقع لحركة الجهاد حسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية كما وعلن الجيش الاسرائيلي انه يحقق في مقتل مدنيين في غارة شنها فجر امس على دير البلح وسط القطاع ادت الى مقتل ثمانية افراد من عائلة واحدة قال الزعيم الايراني الاعلى اية الله عن الخامنين ان ايران لا تدعو للقضاء على الشعب اليهودي لكنها تعتقد ان على اصحاب الاديان المختلفة ان يقرروا مستقبل اسرائيل واضاف الزعيم الايراني الاعلى في مؤتمر اسلامي في طهران ان الدعوة للقضاء على دولة اسرائيل لا تعني القضاء على الشعب اليهودي بل تعني ان على شعب فلسطين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او يهودة ان يختار حكومته قال وزارة الدفاع الروسية ان موسكو ارسلت طائرات مروحية مسلحة وقوات الى قاعدة جوية واسعة في شمال سوريا اخلتها القوات الامريكية وعرضت قناة تابعة للوزارة مقطعا مصورا يظهر افرادا من الشرطة العسكرية الروسية اثناء وصولهم جوا الى القاعدة الجوية في شمال محافظة حلب بالقرب من الحدود التركية ومن ثم انتشارهم لتأمين المنطقة قال وزير الداخلية التركي سليمان اسويلو ان انقر اعادت مقاتلا امريكيا الى بلاده يشتبه انه مما يعرف تنظيم الدولة وذلك بعدما رفضت اليونان دخوله اراضيها هذا الاسبوع في الوقت الذي بدأت فيه تركيا اعادة المتشددين لاوطانهم وقال الوزير التركي للصحفيين في انقر انه تم ترحيل المشتبه فيهم الى الولايات المتحدة جوا من اسطنبول واضاف ان ثلاثة مقاتلين اخرين من التنظيم اعيدوا الى اوطانهم من دون ان يذكر اسم اي دولة رفضت وزارتها الدفاع والخارجية الامريكيتان التعليق على الانباء بشأن تحذير الولايات المتحدة لمصر من العواقب السلبية المحتملة في حال شرائها مقاتلات سوخوي 35 الروسية وكانت صحيفة والستريت جورنال قد كشفت ان وزيري الدفاع والخارجية الامريكيين حذرا مصر من امكانية شراء المقاتلات الروسية كما وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد اعلنت في ابريل نيسان ان روسا ومصر وقعتا على عقد لتزويد القاهرة بمقاتلات سوخوي لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسمية تجددت في الجزائر المظاهرات للجمعة التاسع والثلاثين على التواري للمطالبة برحيل من تبقى من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتمسك المتظاهرون بمطالبهم ببناء دولة ديمقراطية الى جانب رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني عشر من الشهر المقبل ويتزامن ذلك مع تحديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مدد الحصف الزمنية التي تبث على مختلف القنوات والمحطات التابعة للتلفزيون الجزائري خلال الحملات الانتخابية كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مرشح حركة النهضة حبيب الجملي بتشكيل الحكومة وكانت حركة النهضة بوصفها الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية قد حاسمت اختيارها للجملي الذي شغل منصب وزير دولة في حكومتي حماد الجبال وعلي العريض ولا ينتمي الى اي حزب وهو حائز على ماجستير في التنمية الافلاحية والتصرف المؤسسات وكانت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي قد اشترت تعيين رئيس حكومة من خارج النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل اتلاف حكومي قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي أمس ان الرئيس دونالد ترامب أقر بالقيام بأفعال تلقى الى حد الرشوة في فضيحة اوكرانيا وهي محور التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون لمساعدة ترامب وقالت بيلوسي ان المكالمة التي تمت بين ترامب والرئيس الاوكراني فلودمير زيلنسكي كانت بمثابة الرشوة قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه سيضمن بالتأكيد ان لا تمدد حكومته المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الاوروبي بريكزيت قبل نهاية العام وقال جونسون لهيئة الاذاعة البريطانية انهم يسعون للحصول على اغلبية فاعلة لضمان عدم السعي لتمديد المرحلة المقبلة او الانتقالية انهى سلاح الجو الاسرائيلي في قاعدة بالجنوب تدريبات دولية وذلك بمشاركة اكثر من سبعين طائرة من اربع دول تدريبات حاكت سيناريوهات دفاعية وهجومية مختلفة العالم الازرق التدريب الدولي لسلاح الجو الاسرائيلي بنسخته الرابعة الذي امتدع لمدار اسبوعين حاكى سيناريوهات قتالية ودفاعية متنوعة بمشاركة مقاتلات من الجيلين الرابع والخامس لعدد من الدول ابرزها طائرات الاف خمسة وثلاثين وطائرات اليورو فايتر التدريب يعطينا امكانية لاستعراض قدراتنا والتعلم من شركائنا في اوروبا المشاركين معنا في هذا التدريب تشارك للمرة الاولى طائرات اف خمسة وثلاثين قادمة من ايطاليا هذا التعاون يمكنه ان يساهم في تعاون مستقبلي ضمن اتلاف او اي تركيبة اخرى وضمت التدريبات مواجهات جوية بين الطائرات المختلفة والاغارات على اهداف ارضية الى جانب الحرب الالكترونية والتشويش القائمون على التدريب اشاروا الى ان مثل هذه التدريبات المشتركة تعزز من قدرات الطيارين الكتالية وتكسبهم خبرات جديدة نحن نتدرب على سيناريو وجود عدو يمتلك قدرات متطورة ولهذا الغرض نستخدم بطارية باتريوت التي تشبه بطارية الاس 300 بالاضافة لاجهزة قتالية اخرى يمتلكها قسم من اعدائنا ونتدرب سويا مع دول المشاركة في كيفية تغلب والانتصار عليها هكذا نحصل على تدريب جيد ونستخلص الكثير من النتائج تبادل الخبرات والتدرب المشترك الى جانب اهميته يرى المشاركون الاجانب ان الانكشاف على ثقافة اخرى وطوقت عاملها مع المشاكل التي تواجهها تشكل اضافة جدية لاي تدريب دولي هذا التدريب يتيح لنا الفرصة للتدرب والتعلم من تكتيكات الاخرين بالاساس مع زملائنا الاسرائيليون الذين تجمعنا بهم علاقة تمتد لعقود نستعرض خلالها قدراتنا وهذا امر مفيد للطرفين مائة طاقم جوي من خمس دول تدربت على مدار عشرة ايام لتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بينها ومن اجل الحفاظ على جهوزية طواقمها دبلوماسية جوية تكتسب من خلالها اسرائيل قدرات لم تعرفها من قبل قدرات تستعين بها في زمني السلم والحرب من قاعدة عفدال جوية جنوب اسرائيل مروان عثامني اي 24 نيوز قال مسؤول في خفر السواحل في بنجلاديش ان خفر السواحل انقذ اكثر من 120 لاجئا من الروهينجا المسلمين من الغرق في خليج المنجال بعدما بدأ القارب الذي كان يستقلونه للفرار بشكل غير قانوني الى ماليزيا في الغرق بسبب مشكلة فنية وقال مسؤول ان الشرطة وخفر السواحل في بنجلاديش منعت هذا العام تهريب اكثر من 500 لاجئا من الروهينجا الى ماليزيا نهاية الموجة الى لقاء بعمل الله اشتركوا في القناة